هذا وقد كرمان يفت الحبر الجليل أنبا إرمية الأسقف العامة رئيس المركز الثقافي القطيل أورسزوكسي خلال احتفالية جائزة المركز للتفوق في الرياضيات جائزة أستاذ مجد فهيم عددا من طلاب الثانوية العامة الذين استفادوا من فصول التقوية المجانية التي قدمتها خدمة أتحبوني بالمركز ومن المقرر أن تنطلق دروس التقوية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة السبت المقبل بالمركز وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الخدمة في العام الدراسي الماضي